في بطولة الدوري المصري الممتاز لقاء جماهيري بامتياز ادي كرة عرضية ودي لمسة يد خطيرة مش هتعدي المراضي مش هتعدي ابدا ابدا وحالة طبعا احتساب ركل الجزاء ركل الجزاء بيحتسبها صبحي العمراوي على فريق بلدية المحلة الأخطاء الأخطاء يا عزيزي الأخطاء ادي كرة و ادي لمسة اليد الوضحة تماما تماما من اللاعب احمد رضا صاحب العشرين عام مادة ايدي تتوفر في كل الشروط علشان كده صبحي العمراوي ما استناش الهجمة احتسب ركل الجزاء وهي ركلة الجزاء رقم تسعة وتلاتين في بطولة الدوري ورقم اتنين اللي بيحتسبها صبحي العمراوي في لقاء رقم ثلاثة عبدالله السعيد هو اللي خد القرار وهو اللي هيبقى في الحوار على بعد 11 مت وجها الوجه مع احمد حسين من اجل المضي قدما في نادي المئة عبدالله السعيد واحمد حسين عبدالله بيضيع كرة غريبة جدا جدا بيهدر بيهدر ركلة الجزاء في الدقيقة تلاتة واربعين حطها في المدرجات حطها في الشجر اللي موجود في ملعب الدفاع الجوي مش مش مصدق مش مصدق جايمي باتشيكو اللي كان بيمنى النفس بالتقدم في نهاية الشوت الاول لكن عبدالله بيهدر ركل الجزاء في الدقيقة تلاتة واربعين